خلينا نروح لكرة السلة منتخب مصر بقاعدة الكابتن أحمد مرعي طبعاً بيستعد للمشاركة في طولة أفريقيا في شهر 8 القادم في رواندا استدعى ثلاث لعبين من النادي الأهلي وهم عمر الجندي، هب أمين وعمر طارق والمنتخب ابتدت نهاردة معسكره في صالة 6 أكتوبر في طبعاً صالة الشباب ورياضة في 6 أكتوبر هيقعد فترة معسكر مصر هتلعب البطولة دي في المجموعة الثانية مع تونس وغينيا وأفريقيا الوسطى والتحاد السلة جاءت له دعوة يشارك في بطولة الملك عبد الله اللي هتقاوم طبعاً في الأردن في الفترة من 25 يوليو الحد 2 أغسطس الجاي وبنسبة كبيرة منتخب مصر يشارك فيها كاستعداد للبطولة خلينا نقول لكم من بطولة الملك عبد الله بطولة قوية جداً لعبت فيها أكتر من سنة يمكن توقفت الفترة فاتحة عشان كورونا ولكن البطولة بتبقى قوية جداً بتلايب على صالة حلوة جداً هناك وبيشارك فيها فرق قوية فيبقى عداد جيد للمنتخب لتمنى التوفير لمنتخب مصر كورونات السلة خاصة أن احنا ما حصلناش على طولة أفريقيا من سنة 82 طيب هنروح لبطولة 83 أنا آسف يعني عشان يبقى تحديداً 83